السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كيف حلقه يا حبايبي؟ طمنوني عليكم إن شاء الله بخير في عنا اليوم سؤال استكمالا لحلقة سابقة ذكرنا فيها عن الزوايا المتصلة والمنفصلة وإنه أنا أكثر تأثيرا وإيه ليش ببلش منفصلة وشو الفرقنا بينهم يعني السؤال اللي بدور حول هذا الموضوع في نهاية الحلقة إن شاء الله راح أشرح بطريقة أخرى إن شاء الله أنها تكون أقبر يعني أقرب لأنك تفهموها أكثر من الحلقة السابقة إن شاء الله طيب خلينا نروح اليوم على الحركة المفصلة لا توقعتنا اليوم الأربعة ثلاثة أيار مايو طبعا القمر موجود في المليزان اليوم مستقر في عنا زاوية وحيدة ولكن في تأثيرات لزوايا أخرى طبعا في الحلقة اليومية نحن لا نذكر كل الزوايا ولكن نذكر الزاوية الفعالة في نفس اليوم ولكن في الحلقة هذه ندخل ونتعمق في كل شيء له علاقة بالزوايا الفلكية إن كان تأثيرها على الأشخاص أو تأثيرها السياسي يعني الدولي فعشان هيك منوخذ بكل الاتجاهات القمر اليوم زي ما حكينا موجود في برج الميزان هو الآن موجود في منزلة الغفر وهي منزلة للكنوز والضفر والمنعة والتفريق والمشاكل والنفي ورح يظل القمر موجود في هاي المنزلة لغاية الساعة 7.41 دقيقة من صباح اليوم الأربعة لا ينتقل القمر بعدها لمنزلة الزبانية وهي منزلة للفساد والقطع والمشاكل بالنسبة للقمر بما إنه موجود في برج الميزان طيلة اليوم معناته هذا اليوم من أفضل أيام عاطفيا لو لا تشكل الزاوية اللي بدها تتشكل اليوم مع المريخ فهي اللي خربت علينا كثير من الأمور وأيضا في زوايا تأثيراتها هي يوم الخميس ولكن برضو بتعطي تأثيرات سلبية على المستوى العاطفي عشان هيك من نركز على بعض التحليلات ومنعلق في نهاية الزوايا إيش المتوقع فهذا اليوم يعتبر أفضل يوم فترة عاطفية لتعزيز أوصار علاقة عاطفية مع الحبيب أو تحسين علاقة زوجية لها بعض التوتر من كون اجتماعي أكثر ومن ميلة الاسترخاء وبيجد الغرام متنفس لدى العشاق ولكن ممكن تلعب الغير دور في علاقة لم تستقر بعد ويعتبر هذا اليوم يعني فترة بننجح فيها بأعمالنا الفنية وبوسعنا القيام بمشروع مشترك ويمكننا أيضا إقامة حفلة أو عادة تزين البيت أو المكتب أو اقتناء حاجية جميلة بالنسبة للزوايا الفلكية طبعا أول زاوية رح نحكي عنها طبعا زي ما نوهنا بحلقة يوم الأمس إنه أنا في الحلقة الأولى اللي بتتشكل فيها الزاوية بذكر كل تأثيراتها حتى الدولية ولكن في الأيام التي تريها ما رح أذكرها اللي بسمع وبدو يعرف تأثيراتها الدولية برجع للتاريخ اللي مكتوب أول شيء أو يذكر أول شيء يعني مثلا لما بحكي اليوم مثلا زاوية اقتران ممتزجة بين الشمس وبين عطارد بدأ تأثيرها يوم 28 أربعة معناته أنا يوم 28 أربعة ذكرت كل شيء عنها في الأيام اللي بعديها بذكر تأثيرها على الأشخاص إلا إذا صار حدث معين برجع بنوهنهم احنا حكينا في هاي الزاوية عن كذا وكذا وكذا طيب هاي الزاوية اللي هي زاوية الاقتران الممتزجة ومعنى ممتزجة إنها هي خليط ما بين السعادة والنحوسة مع بعض هي أساسا بتعمل هذا الامتزاج ولكن تراجع عطارد خلها تميل للنحوسة درجة زيادة تأثيراتها من يوم 28 أربعة لغاية يوم 7 خمسة ذروتها يوم 1 خمسة كانت طبعا وعادة عند حدوث هذا الاتصال من ناحية إيجابية بتعزز قدرتنا الفكرية وبتسهل علينا فهم موضوع علمي صعب تعذر علينا فهمه بالفترة الماضية وبيزداد التوجه لإجراء اتصالات وتنقلات أو سفريات ضرورية أما بالنسبة لسلبيته فبتخلي فكرنا مشتت بقلة تركيز عندنا نصبح متقلبين بالمزاج بسرعة رهيب جدا يجب الحذر أثناء الحركة أو أثناء قيادة السيارات من الإصابات والحوادث تخلق لنا النزاعات في الحياة اليومية وخلافات عابرة بسبب تقلبات مزاجنا وعصبيتنا أما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية اقتران سلبية بين الشمس وبين أورانوس وهاي بدأت تأثيراتها من يوم واحد خمسة ليوم تسعتاش خمسة مستمرة طبعا ذروتها يوم تسعة خمسة ساعة سبعة وخمس وخمسين دقيقة مساء بتوقيت جرينيتش غالبا بسبب هاي الزاوية بصير في عندنا ثورات انقلابات عسكرية اغتيالات تحركات للجيوش وبرضو بتزيد من عنادتنا واندفاعنا وبرضو تعطي نوع من أنواع رغبتنا بالاستقلالية الشديدة والغرابة في تطبيقها ممكن أنه هاي الفترة نقطئ في أحكامنا لأنه شوي هيك بيكون في عنا بعض التقلبات العنيفة في الطباع من ميلة المبالغة في تقدير قوانا وهذا الشيء ممكن يعرضنا لوعكات صحية لها علاقة بالقلب أو تشنجات وإصابات عضلية أما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية تسديس إيجابية بين المريخ وبين أورانوس وهاي من يوم 23-4 بدأت ومستمرة لغاية يوم 7-5 ذروتها مضت يوم 29-4 بسبب هاي الزاوية نكتسب الشجاعة لاتخاذ قرار حاسم في حياتنا بتزيد من إصرارنا وشجاعتنا وميلنا للمجازفة والسرعة وتعطينا طاقة عالية جدا ولكن بكون فيها في بعض الأوقات نوع من أنواع التهور إذا ما كنا درسين خطواتنا أما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية تربيع سلبية بين المريخ وبين المشتري وهاي بتعني شيء العلاقة بالاقتصاد والخداع في نفس اللحظة فعشان هيك هاي الزاوية تأثيراتها من يوم 28-4 لغاية يوم 13-6 ذروتها يوم 23-5 الساعة 5-12 دفيقة صباحا بهاي الزاوية بتخلي بعض الأشخاص يستغلوا مجهودك وتعبك وفكرك وملاحظاتك وابتكاراتك وآراءك وعلمك وكل شيء بأخذوه منك وبنسيبوه لحالهم وبطلعوا على كتافك يعني بحقق البعض تقدم على حساب الآخرين برضو إلها علاقة بالنصب والاحتيال وإلها علاقة بالتذبذب اللي بيصير في العالم اللي إله علاقة بالاقتصاد وممكن أمور إلها علاقة بالتحركات العسكرية بسبب الاقتصاد وظهور يعني بعض الأشخاص اللي بيتقمصوا شخصية الدين وبصر لهم شخصية شعبية والناس بتسفي وراهم تتبعهم ولكنهم ناس نصابين أما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية تربيع سلبية بين الزهرة وبين نبتن يعني كوكب العاطفة والجمال والحب والفن والأمور هاي كلها مشكل زاوية تربيع وزاوية التربيع هاي من يوم 28 أربعة لغاية 11.05 ذروتها يوم 4.05 ساعة 5.39 دقيقة صباحا بتوقيت جرينج هاي زاوية بتذكرنا بمشاكل من الماضي بتتعلق بالجوانب الجنسية والعاطفية اللي ممكن إنها تعكر صفونا يعني ذكريات قديمة هيك كان لها علاقة في هاي المواضيع منصير نتذكرها ومنندم عليها أو على الأشخاص اللي عرفناهم أو شغلات إلها علاقة بالتحرش هاي الزاوية وزاوية التقابل هذولة زاويتين تحديدا بتزيد من خلالهم اللي هو زيادة الأمور اللي إلها علاقة بالتحرش الجنسي واقتصاب الأطفال وبتزيد المواضيع اللي بنحك عنها اللي إلها علاقة في هاي المواضيع طبعا إلها أمور أخرى على المستوى الفني والتجميلي والسبب اللي بصير فيها أخطاء كثير مع الفنانين والأمور هاي أما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية التزديس إيجابية بين الزهرة وبين المشتري شوفوا الفوضى يعني الزهرة ونبتون عاملين تربيع هسا تزديس مع المشتري طبعا هاي الزاوية المشتري مع المريخ يعني فوضى هي هيك هاي الزاوية من يوم 28.04 ليوم 12.05 طبعا ذروتها يوم 4.05 ساعة 5.39 دقيقة صباحا بتوقيت جرانيج ممكن نستفيد من هاي الزاوية إنها بتعزز الجوانب الأخلاقية والذوقية في السلوك وبتسهل علينا طريقة التعامل مع الآخرين والتفاهم معهم وبتسهل من عملية إقناع الغير بوجهة نظرنا حتى لو كان الطرف الآخر بيفتقر للمرونة في التعامل وهاي برضو بتعزز الذائق الفنية والقيم الجمالية لدى العاملين في المجالات ذات صلة بهذا المجال وهي القدرات مثل الفن والديكور والأمور الأخرى وبتمنحنا الرغبة في الرفاهية تجلبنا البهجة في تحقيق نجاحات شخصية وهذا الوقت المناسب لتطوير علاقة أو ارتباط في الفترة القادمة أما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية تزديس إيجابية بين الشمس وبين زحل وهاي طبعا تأثيراتها بدأت من يوم 19-4 ومستمرة لغاية يوم 3-5 تتحسن قدرتنا على تنظيم شؤوننا وتحمل المسؤولية ابتمنحنا القدرة على السيطرة على الذات والمثابرة والجدية والفتنة والحس بالواجب وهذا الشيء بساعدنا على النجاح وبالدل على أرباح عن طريق المعاملات العقارية وتحقيق النجاح في العمل والعلاقات الجيدة مع الأبا أما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية التربيع السلبي اللي بين المشتري وبين بلوتو وهاي اللي ذكرنا هي تعتبر من أخطر الزوايا برضو على المستوى المالي وعلى مستوى أمور يعني لمسناها بالفترة الماضية على كل الأوجوه هاي الزاوية طبعا مدتها شهرين بدأت يوم 22-4 ومستمر لغاية 22-6 ذروتها يوم 18-5 الساعة وحدة وتسعة دقائق فجرا بتوقيت جرينج وهي بدل على خسارة مالية وظهور عقبات غير متوقعة على المستوى المادي أو الاجتماعي وعلينا مراقبة تصرفاتنا ونفقاتنا لأن وضعيتنا ممكن تتضرر بشكل خطير أما دوليان فهاي الزاوية لها علاقة بالاقتصاد وزي ما أنتم لاحظين اللي بتابعوا الأخبار واللي مهتمين بأمور الاقتصاد الانهيارات المتتالية للبنوك والضغط العالي على الأمور التضخم الاقتصادي وأيضا التهديدات القادمة للفترة القادمة وطبعا في كثير من الأمور دائما عشان يطلعوا من أمور الاقتصاد بصير افتعال لحرب أو لفوضى عشان يغطوا إشي بإشي وتصير المكاسب اللي هي عملية تجارية التسليح وما تسليح والإعمار ووووى وإلى ما لنهاية اللي يغطوا أمور الاقتصاد فهذا مختصر الزاوية هاي طبعا منشوف أنه الأزمات اللي صارت على المستوى العقائدي الجماعات المتطرفة الإرهاب اللي بصير عملية التخريب التفجيرات الحرائق الزعزعة في استقرار البلاد غتيال شخصيات هامة أمور إلها علاقة برضو باغتيال أحد رجال الدين وصارت في اليمن كوارث طبيعية الأمور اللي إلها علاقة بالزلازل صارت بكثرة بالفترة الماضية في أندونيسيا صارت في نيوزلندا صارت يعني من سبع درجات وما فوق الأمور البركان اللي برضو هايو بلش ينفث بدخانه متوقع أنه ينفجر في أي لحظة وصار إجلاء المدينة بالكامل أو القرية بالكامل اللي حواليها يعني فيه فوضى وعادة هاي الزاوية لأنه مشتري بلوتو بصير فيه مفاجآت عنف مش متوقع زي اللي صار في مصر مثلا هاي اللي اللي عملته في ابنها يعني يعني جريمة بشعة فأمرين الأخلاقيات هاي يعني مرعبة جدا طيب بالنسبة للزوايا اللي اليوم رح تتشكل طبعا هي زاوية وحيدة اللي ذروتها اليوم ولكن فيه تأثيرات لزوايا أخرى الزاوية اللي رح تتشكل اليوم هي زاوية تربيع سلبية بين القمر وبين المريخ وهاي الزاوية الساعة التسعة وتسعة دقائق مساء بتوقيت جرينج ولكن اللي هي من مساء يوم الأربعة آه ولكن هاي الزاوية تبدأ تأثيراتها من صباح يوم الأربعة وبتستمر حتى ظهر يوم الخميس بتخلق لدينا شعور بالملل من أي عمل روتيني فمنكون بحاجة للهدوء والتحلي بالصبر في أي مسعى منقوم فيه يفضل أخذ فترة من الراحة لاستعادة نشاطنا من جديد اللي بيكون محبط عاطفيا عند أي انتقاد أو أي مواجهة أو أي ضاط بثور ثورة عارمة من الغضب تجعلنا عدوانيين كثير وبرضو كثيرين الصب مبغضين للنساء وبتزيد من الخيال وبتدفعنا يعني لأقصى الحدود بتسببنا خصومات مع النساء ويستحسن أن لا نقوم بأي عمل مهم وأن نخلد للراحة خصوصا العمل المهمة واللي بتطلب تركيز حاولوا قدر الإمكان يعني تنتبهوه هذا التحويل مضر جدا للصحة خصوصا على المستوى النفسي وأيضا الأشخاص اللي بيشتغلوا بالنيران بدهم ينتبهو بتدل على استياه الرأي العام من ضغوط رجال الأمن الوطني وهبوط في معنويات عمال قطاع الصناعة أو الصحة وقلة مردوديتهم وممكن يشهد هذا اليوم ازدياد أعمال العنف وخصوصا ضد النساء يعني اللي بيحبوه ديروا بالكو يعني طحن اليوم أما بالنسبة للزاوية التي تليها هي زاوية تقابل سلبية بين القمر وبين المشتري وهاي طبعا ذروتها الساعة تسعة وستاشر دقيقة صباحا من صباح يوم الخميس بتبدأ تأثيراتها من ساعة مغرب يوم الأربعة وبتستمر حتى منتصف ليل الخميس على الجمعة يجب توخي الحذر من يحاولوا استغلال طيبتنا وكرمنا من النصابين والمحتالين أكيد بتجعلنا نرى مشاريع بحجم أكبر من حقيقتها فبتغرينا منروح مندخل فيها منقصر منثق في وعود غير واضحة أو منقبل منقبل باقتراحات غير منطقية بتكونوا متيقظين من نفقاتكم تجنبوا الإفراط في الأكل اللي ممكن يعرضكم لعسر الهضم أو التخمي بتدل على استياء الرأي العام من راجع وخصوصا في الوضعية المالية نتيجة تراجع مدخيل الدولة أو تقهقر في مدخيل المؤسسات المالية والبنكية وزيادة في أسعار بعض المواد خصوصا الغذائية منها أو نتيجة سن بعض القوانين الجديد المتعلقة بمدونة المرأة وتشغيل الأطفال أما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية التثليث إيجابية بين القمر وبين الزهرة وهاي ذروتها الساعة سبعة وأربع وخمسين دقيقة صباحا من صباح يوم الخميس ولكن برضو بتبدأ تأثيراتها من ساعات مساء يوم الأربعة وبتستمر حتى مساء يوم الخميس تتأجج العاطف اتجاه الجنس الآخر بالتالي بننجح بتعزيز العلاقة معهم وبيعطي دفعة للعاملين في المجال الفني والتجميلي والديكور فبيتحسن عطاهم وإبداعهم بتزيد من خيالنا وحبنا ومودتنا وتفاؤلنا بتسمح لنا أنه نعيش أوقات ممتعة جدا بتدل على ميل الرأي العام لمواضيع لها علاقة بالمواضيع الفنية والترفيهية والتسلية وبتنعم النساء باستقرار وتوازن نفسي شوفوا التناقض بين الزوايا كما أنها بتشهد هاي الفترة يعني بعض المؤسسات المالية وكذلك بعض القطاعات اللي كالنسيج والتجميل رواج أكبر ومدخيل أكثر خلال هذا اليوم طبعا ما أعتقدش أن هذا الإشي يصير يعني بعض الإشي اللي علاقة بأسهم بسيطة ترتفع وبعدهم ترجع وتنزل هذا المتوقع طيب إيش رأيه سعيد أو تحليله بالمختصر لهاي الأمور أول إيش بالنسبة للعنف موجود الصراعات العقائدية موجود التخريب والمشاكل والعنف المستمر مستمر مازال مستمر الأمور اللي إلها علاقة بالضغط الاقتصادي والانهيارات الاقتصادية والمشاكل الاقتصادية موجودة الفارق أنه اليوم مع زاوية المريخاي وتيرة العصبية أو القبلية أو العنف أو الإجرام أعلى وخصوصاً الأمور اللي إلها علاقة بالعنف والدم والدمار طبعاً بما أنه المريخ والقمر معناته هنا النساء هم الحلقة الحلقة الأضعب فالرجال سهل استفزازهم كثير منهم عندهم زي حالة الاكتئاب أو القلق أو الترقب فعشان هيك سهل الاستفزاز وتقلب مزاجهم بسرعة هائلة جداً وهذا الشيء النعكاساته مالية لأنه برضو زي ما حكينا زاوية التقابل ما بين القمر والمشتري فعشان هيك بتجد أنه كثير من المشاكل الليها علاقة بالوضع المالي والضغط المالي والمصاريف والمطالبات والحقوق وإلى ما لا نهاية عشان هيك بدكوا تتجنبوا هاي الأمور صحيح في زاوية للزهرة بتأثر ولكن زاوية الزهرة ما رح يكون لها الفعلية الكبيرة المرجوة على الجميع فعشان هيك بدكوا تحذروا من الأمور المالية من النصابين من المحتالين من النقاشات الحامية الليها علاقة بالوضع المالي وأيضا أي خلاف ما بين النساء والرجال يعني ممكن تتطور للأسوأ فعشان هيك ضبط العصاب مطلوب ما في داعي للانفعال ولا للعصبيات والتهديد والمش عارف إيش ودعا وينتقم منك ويكسرك ويأخذك ويوديك ويجيبك ومش عارف إيش انسوها هاي الشغلات لأنه ضرب شغال يعني فبلها بالنسبة للأعضاء اللي في جسمنا الأكثر حساسية خلال هذا اليوم الكلة والحالب المثانة البولية الأوردة الجلد كعضول اللمس البنكرياس الأنسولين أسفل الظهر والزايد الدودية وقبل شوي حكينا عن زوايا إلها علاقة بالتشنجات العضلية فانتبهوا على أسفل الظهر منتصف الظهر هذول مناطق حساسة جدا وأيضا الأشخاص اللي عندهم مشاكل بالقولون والكلة هذول برضو بدهم ينتبهوا طيب بالنسبة للعمليات الجراحية طبعا اليوم ما في أي مشاكل أنه تنعم العمليات الجراحية رغم أنه القمر في مراحل بلش أنه بده يدخل على مرحلة الاكتمال إلا أنه ما زالت الأجواء جيدة للعمليات الجراحية بالنسبة لعمليات التجميل طبعا اليوم برضو ما بنصح لأي شيء العلاقة بالتجميل لأنه الجلد كعضل اللمس حساس جدا وأيضا بالنسبة للجراحة ذكرنا تراجع طارد والزاوية اللي مع الزهرة بينقص من الحضوض أو النجاح هاي الأمور وخصوصا العمليات الحساسة أما بالنسبة لإزالة الشعر الزائد فطبعا بعد ما يخلص الخسوف يعني بعد اكتمال القمر بثلاثة أيام بنصح في عملية إزالة الشعر الزائد عشان نبعد عن مشاكل الجلد وخصوصا اللي بيشيله الشعر بالليزر هدولا أكثر خطرا أما اللي بالطرق التقليدية وما عندهم مشاكل بالشعر عادي بإزالة الشعر ببداية القمر ولا بنهاية القمر كل واحد بالنسبة لهذا اليوم يصلح لقص الشعر التجميلي يصلح للصبغ بالحنة طبعا مش بالصبغ بالمواد الكيموية لأنه قلنا أنه يعني الجلد حساسية الجلد ويصلح أيضا للقص العلاجي أما بالنسبة إلى اليوم طبعا في سؤال كثير نسأل في الفترة الماضية إمتى أفضل فترة للحجامة فاليوم بقدر أقولك هذا اليوم من الأيام المناسبة للحجامة لأنه يوم اكتمال القمر تحديدا اللي هو لما بصير القمر بدر ما بنصح نهائيا بعمل الحجامة رغم أنه أفضل وقت للحجامة هي اكتمال القمر لأنه في هذا اليوم في خسوف للقمر عشان هيك بصير حالة من الفوضى وعدم التركيز لكن اليوم مناسب لعملية الحجامة أيضا يوم الغد مناسب لعملية الحجامة بعدين منوقف لحدث ما ينتهي تأثير الخسوف اللي طبعا رح نشرح عنه في الحلقات القادمة وبعدين بصير فيه يعني كمان يوم جيد للحجامة بالنسبة للقمر بما أنه موجود في برج الميزان خلو المسار القادم بيكون يوم الخميس أربعة خمسة بيبدأ في تمام ساعة تسعة وستاشر دقيقة صباحا بتوقيت جرينيتش وبيستمر حتى تمام ساعة ثنتين وواحد وثلاثين دقيقة عصرا بتوقيت جرينيتش لا ينتقل القمر ويستقر بعدها في برج العقرب أما بالنسب لعمر القمر عمر القمر انحسار المكتمل عمر 13 يوم في تمام الساعة الثنتين و11 دقيقة بعد الظهر بصير 14 يوم نسبة الإضاءة 95% أما بالنسب لمزاج الكواكب وطباع الكواكب لهذا اليوم الشمس في الثور حتى يوم 21 خمسة سعيدة بنسب 15% القمر في الميزان حتى يوم 4 خمسة سعيد الآن بنسب 15% في ساعات الصباح بصير منتحس بنسب 15% في ساعات الظهر بصير منتحس بنسب 40% في ساعات المساء المتأخرة بصير منتحس بنسب 30% عطارد في الثور بيتراجع حتى يوم 15 خمسة منتحس بنسب 40% الزهرة في الجوزاع حتى يوم 7 خمسة سعيد بنسب 10% المريخ في السرطان حتى يوم 21 خمسة سعيد بنسب 30% المشتري في الحمل حتى يوم 16 خمسة بعدين بده ينتقل من الحمل للثور سعيد بنسب 15% زحل زحل في الحوت حتى يوم 17 ستة بعدين بده يبدأ في عملية التراجع سعيد بنسب 15% أورانوس في الثور حتى يوم 29 ثمانية بعدين بده يبدأ في عملية التراجع سعيد بنسب 15% نبتن في الحوت حتى يوم 36 سعيد بنسب 15% وبلوتوف الدلو بيتراجع حتى يوم 11 6 منتحس بنسب 30% طيب خلينا نروح على إجابة السؤال اللي نسألنا اللي له علاقة بالزوايا المنفصلة والزوايا المتصلة وأني تأثيراتها ومن فهمتش وكيف نعرف التأثيرات وإلى ما لنهاية خلينا نجاوب على هذا السؤال بالله لأنه هو يعني هو مش موضوع معقد هو بده تركيز ولكن بأبسط طريقة للشرح لهذا الموضوع أسه إحنا منحكي زاوية التربيع ما بين المشتري وما بين إبلوتو تبدأ هاي الزاوية باسم زاوية منفصلة وبعدين هاي التأثيرات لهاي الزاوية من بدايتها للنهايتها من 22 4 ل 22 6 قلنا إنه يتخللها من البداية والنهاية فترة اسمها فترة زاوية منفصلة إمتى بصير الاتصال يعني بتبلش الزاوية حمها اللي هي من يوم 7 5 ل يوم 28 5 ذروة هاي الزاوية اللي هي بتصير متصلة تماما اللي هي الذروة يوم 18 5 طيب في الساعة واحدة وتسع دقاء فجرا إيش يعني عشان أنت تفهم القاعدة هاي بدك تتخيل إنه هاي الزاوية عبارة عن الشمس قاعدة بتطلع من المشرق بتطلع يوم 22 4 بتغرب يوم 22 6 ماشي هيك يعني تخيلها هيك بعقلك إنه والله هي راح تشرق يوم هاي الشمس راح تقعد المدة هاي شهرين وهي في السماء بتطلع يوم 22 4 وبعدين بتغرب يوم 22 6 هاي وجودها في السماء يعني إحنا راح نشوفها راح نحس فيها راح نحس بدفاها من يوم 22 4 ل 22 6 الآن الشمس لما نشعر بحمها بتصير في وسط السماء صح طيب الآن ما قبل ما تصل لمرحلة الظهيرة لغاية ما بعد ما تتجاوز مرحلة الظهيرة هاي الفترة حامية للشمس اللي هي اللي منقول إنه تأثيراتها من 7 5 لغاية 28 5 وذروتها اللي هي عز الظهر يوم 18 5 الساعة وحدة وتسع دقائق فجرا يعني هي من أول يوم تبدأ تأثيراتها ولكن شعاعها خفيف بعدين بصير مع المدة يزيد مع الوقت كل ما اقتربنا بزيد هاي الزاوية اسمها منفصلة ليش لأنه ممكن يكون في غيم ممكن يكون في زوايا أخرى ممكن يكون في أي تأثيرات يحجب ضو الشمس أو حم الشمس لغاية التاريخ اللي هوم بين 7 و 5 اللي هي بدت عملية الحم اللي هي حم الزاوية هاي ذروة هاي الزاوية اللي هي من 7 5 إلى 28 5 يعني كل اللي إحنا شفنا من أحداث وكل البهدل اللي صارت في العالم خلال أيام الماضية أو الفترة الماضية هي كانت بداية التأثيرات لسه التأثيرات ما إجت يعني مع الأيام الجاية رح تزيد الوتيرة هاي ولكن ممكن تكون بعلنية أو تكون مخفية وصلت الفكرة فمعنى منفصلة هي قليلة التأثير ومعنى متصلة هي ذروة التأثير هذا مختصرها غير هيك بمسك العصب أظل أضرب فيك لحد مدولي أفهمت لأنه هيك خلاص بطل هذا الشرح ينفهم أكثر من هيك مش عارف كيف توصل للمعلومة طيب تزعليش مني وأنا بمزح ولكن يعني هاي أبسط طريقة أنك تعرف شو معنى أو تعرف واللي ما بعرف شو يعني منفصلة أو ما قدر يستوعبها من الحلقة الماضية هاي أفضل طريقة هي بداية التأثيرات ونهاية التأثيرات ولكن إنه بطريقة متدرجة لحد ما تصل الذروة اللي هي إحنا منذكرها دائما بمنفصلة و متصلة هيك طبعا أنا بكون خلصت الحلقة يعني والله كثير أكثر من الساعة يعني يعني لايك كومنت شير مسب بهدلي ديسلايك كبسات أي إشي تعليقات كله هذا يعني يعني زكاتكم ماشي حبايبين يا الله أشوف نشاطكم في الموضوع هايك منكون انتهينا من توقعاتنا على هذا اليوم والله أعلم يا رضى الله ورضى الوالدين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك أترككم في رعاية الله وحفظه إلى اللقاء ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر